موسيقى موسيقى أهلاً أعزائنا ومشاهدين في كل مكان حديثنا اليوم موضوع في غاية الأهمية يمكن ما سمعناه من قبل ولكن مهم جداً لحياتك اليوم الموضوع بعنوان مشاعر المرارة وهذا الموضوع مهم جداً ولسيما الناس اللي عايش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وضع حرب مستمر في ظروف سياسية قاهرة ظروف اجتماعية صعبة والتحديات المادية والمالية وعادة عن مشاكل عديدة متنوعة مختلفة فصار في نوع من العداء صار في نوع من الكراهية وفي ناس وصلت إلى حالة المرارة مشاعر المرارة وناس وصلت أنه قبلت بهذا الوضع واستسلموا لهذا الوضع وكان فيه الإحساس والشعور بعدم الغفران ولكن السؤال هل تريد أن تشفى من مشاعر المرارة؟ فما هي الطرق وما هي الوسائل حتى نال الشفاء الصحيح والشفاء الكامل من الشعور بالمرارة فأنا بشجعك اليوم أنك تشاهد هذه الحلقة ويمكن أنت شخص عم بتشاهدنا في عندك حالة غضب مخزن في الداخل وصل وضع ظروفك أو ظروفك إلى حالة المرارة فالموضوع بهمكم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 في كل مكان حديثنا في هذه الحلقة عن مشاعر المرارة وطبعا السؤال الذي يوجه ودائما يسأل ما هي مشاعر المرارة وما هي أسبابها ويصرنا أن نستضيف إلى برنامج ليكن نور لأول مرة مع أنه طبعا الأخت مجدة منعرفها ومنعرف عائلتها بتربطني في علاقة حميمية مع كل العلي ولكن إحنا فرحانين أن تكون معنا الأخت مجدة صبري الأخت مجدة هي من القاهرة من مصر وهي طبعا بتحب الرب كتير وبتخدم الرب في مجالات متنوعة كاتبة وتؤلف طبعا من العديد من الكتابات وهي الشخص المناسب اللي يتكلم عن هذا الموضوع أخت مجدة شرف كبير أهلا وسهلا فيك أهلا بحضرتك معنا في هذه الحلقة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك مشاعر المرارة الكلمة مرعبة جدا جدا الكلمة مخيفة صحيح صحيح فأول ما منسمعها في ناس مرارتها انطفت بس احنا طبعا نتكلم على الناحية الجسدية نتكلم عن موضوع يعني موضوع أكبر من اللي احنا منفكر فيه صحيح فالسؤال الأول ما هو أو ما معنى المرارة شوف حضرتك هو فيه قانون صعب جدا بيقول إيه أنه احنا مش ممكن نشفى من المشاعر دي إلا لو غفرنا ده قانون صعب جدا أكيد على الإنسان من الآخر من الآخر يعني يعني دي كده النتيجة يعني مش ممكن تتشفي مهما قلنا ومهما قلنا من مخاطر وخطورتها الحل الجذري بتاعها الغفران ده قانون صعب لكن لما نبتدي ندخل بقى في المراحل كده يمكن ده يساعدنا شوية نحن نعرف أن التكلفة تكلفة الغفران أقل بكتير من تكلفة عدم الغفران طب إذا ممكن يعني توضحي لنا أكتر يعني فكرة المشاعر بالمرارة أو والمعنى الكلمة يعني تخطينا لأنه مرارة منسمع كلمات ومنسمع إصطلاحات ولكن حقيقة مش فهمين أيها أهمية أو حتى جذور الكلمة شوف حدتك دي حالة بتيجي للإنسان لما بيبقى مش قادر يغفر مش قادر يسامح اتعرض لإثاءة اتعرض لنتيجة أذى أو إثاءة أو ضرر حصل له وابتدى يتقلم نتيجة الضرر دوت وابتدى يحس بالإهمال والرفض والقراهية والظلم كمان فالإثاءة دي بتبقى جوه مش قادر يسامح مش قادر يغفر وتلاقيه كده حتى لو بيقولك أنا غفرت بيكون غفران بتاعه نايس بيكون مجرد حاجة شكلية لكن ما بيكونش غفران حقيقي ودي الرحلة اللي احنا هناخدها إن شاء الله دلوقتي والعمل صدوري يعني طبعا في حتى في الكتاب المقدس عدة شخصيات آه طبعا يعني ذكروا من هنا في حالة المرارة المرارة وهنتعرض لها إن شاء الله لكن خليني أقول إنه مثلا في واحدة ممكن تقولك إيه أنا مش قادر أسامح والدي بقالها عشرين سنة متجوزة واو لكن والدها عارض مثلا ارتبطها بإنسان عشان مش مستواهم فقير شوية مش مستواهم وتجوزته ما توفقتش في جوازتها فتفضل عندها المشاعر دي جواه مهما مرت السنين مش قادرة تسامح باباها واحد تاني ممكن يقولك أنا كنت نفسي أدخل كلية معينة وبرضو أهلي مريد يوش نتيجة يمكن ظروفهم المادية أو كده وتخرجوا بيشتغل وبرضو عنده مشاعر مرارة فالمشاعر دي بتبقى جواه الإنسان نتيجة إساءة نتيجة ظلم نتيجة ضرر وقع عليه المشاعر دي بتبقى كأنها يعني ممكن كمان تكون مني لطرف تاني أو مني مع أصدقاء مجموعة أو حتى مشاعر ضد مني للكنيسة اللي أنا بصلي فيها يكون حد جواه أزاني يكون حد وتلاقي الإنسان يقولك إيه أنا مش ممكن تاني أتعامل مع الشخص ده أنا مش ممكن أنا مش هروحي كنيسة واصلي مع الشخص ده تاني تلاقيه كده مشاعر جواه بتفضل كده تلاقي بقى إيه تعمل جدور جواه جواه نفسيته جواه قلبه تتجذر وخصوصا لما بتلاقي المشاعر دي رساء بقى جواه كده والأنى بتاعته تكبر فتلاقي المشاعر دي تلاقي جزور بقى جزور بالضبط كده وما نفتكرش إلا الجروح والألم والإهانة فيما الإنسان ده مش ساوي مش طبيعي لأنه دايما دايما تعبان دايما تعبان ولما بتسيطر المشاعر دي علينا بتلاقي الشظايا بتاعتها يعني هي أنا بنضر بيها واللي حوليها كمان حتى الأبرياء اللي حوليها تلاقي الشخص ده دايما عاصبيه دايما يتنرفس حساس جدا ما تعرفش يعني حساسيته حتى زيادة يعني وتلاقيه يعني فتلاقيه يعني كارح يعني حاسس كده أنه مظلوم أن الحياة دي ظلامته وتلاقيه حتى أنه ممكن يلوم أي حد حوليه حتى لو بريء دا احنا ممكن نوصل أن احنا نلوم الله حتى ممكن نوصل أن احنا نلوم الله لو ما لقناش حد نلومه يعني تفضل لا كنت عاوز أقول يعني الآية اللي موجودة في الكتاب المقدس لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس الجسد كله بالزبط كده يعني أنا عم بشوف الصورة وأنت بتتكلمي أنه هاي الجذور يطلع أصل يعني الجذر لهاي المرارة وأكيد بتنجس الجسد كله بالزبط كده تضرب من كل ناحية بالزبط كده حبيت العبرة اللي استخدمتها الشظايا بالزبط كده ونلاقي حتى تكتب عن حنة لما حديتك بتقولي إنه بالزبط كده في صمويل الأول عدد 19 بيقول إيه فقامت حنة بعدما أكلوا في شلوة وبعدما شربوا وعلي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرت النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء وبرضه بنقرأ في أيوب أيوب 7 عدد 11 بنقرأ الكلمات دي أنا أيضا أمنع فمي أتكلم بجيك روحي أشكو بمرارة نفسي وبرضه بيقول في عشرة أعداد من واحد لتلاتة قد كرهت نفسي أسيب شكوي أتكلم في مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبني فهمني لماذا تخصمني أحسن عندك أن تظلم أن ترزل عمل يديك وتشرك على مشهورة الأشرار مش جي كده هنا كأنه هو بحشة الله الله يعني عنده مشاعر حتى نحية الله ونعمة يعني أرجع لحنة لأنه كانت بتصلم عندها شوالد وضرتها عم بتعير فيها بتغيزها بالضبط كده فراحة رفعت شكوها للرب ونعمة برضه في رعوس واحد بتقول كده لا تدعوني نعمة نعمة هي بتكون حماد رعوس بالضبط كده بل ادعوني مرة الآن القدير قد أمرني جدا أنني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة لماذا تدعونني نعمة والرب قد أزلني والقدير قد قصرني ده نوع من المرارة نحية الله وكتير قوي ما بيسيطر علينا وخصوصا عارف حياتك الناس اللي بيتولدوا بعيوب خلقية أو بيبقى عندهم عهات أو الناس اللي مثلا تلاقي مثلا فقدوا أولادهم وهما صغيرين أو حبيبهم وهما لسا صغيرين من غير أي مقدمات الناس اللي بيجي لهم أمراض مزمنة وبياخدوا فترات طويلة في العلاج بيقول لك إيه؟ معقول الله ده رحيم معقول وهنا برضه بيبقى عنده شكاية على الله فبيبقى عنده مرارة من ناحية الله يعني مشان هيك الكتاب المقدس بعلم في رسالة أفسوس لا تغرب الشمس على غيظكم فالفكرة إحنا إذا منغذي الغضب المخزن ومنخزن ومنخزن وما طلعناش الأمر من أوله للنور وتعاملنا مع بعض يعني في الموضوع فبصير غضب مختزن اللي بوصلنا إلى حالة المرأة وده اللي هنوصل معاه دلوقتي في الرحلة إحنا متكلم عن أوكي معاني عن ناس عانت من المرارة ولكن كي إحنا تكلمنا عن جذور عن الجذر ولكن إيه النمو كيف تنم مشاعر المرارة بالضبط يعني جي كده كأننا هنركز في الموضوع على مشاعرنا ناحية بعض يعني هنخلي موضوع أننا المشاعر ناحية الله المرارة اللي إحنا اتكلمنا فيها لكن دلوقتي هنتكلم إزاي إحنا ناحية بعض فدي فعلا بتاخد مراحل كذا نقطة وفي نفس الوقت مش كل واحد زي التاني يعني ممكن حضرتك تبقى عندك المراحل دي مش زي عندي أو مش بنفس الترتيب أو مش كل المراحل لكن عادة هي بتاخد نقطة معينة وهنا هنمر عن نقطة كده عشان خاطر من ندخل في الموضوع أعطيك المجال شكرا مشاعر المرارة زي ما قلنا ما بتخشش ما بتبقاش بين ليلة و بين يوم وليلة لا جي بتبقى ترقومات ترقومات مع الأيام مغزن أول حاجة تبتيجي بالإساءة تبتيجي بذور المشاعر المرارة جي لما الإنسان يتعرض للإساءة أو الأذى وممكن تكون دي الإساءة جسدية أو نفسية ممكن أنا حتى النفسية بعد كده كمان الإساءة بعدها على طول أن أنا ما صدقش إيه ده؟ معقولة؟ معقولة أخويا يقول كده؟ معقولة زوجتي تعمل كده؟ ما صدقش؟ معقولة أبويا يقولي الكلام ده؟ بتبقى حاجة يعني أنا أرفض أن أنا أصدق دي النقطة التانية تخلي الواحد بنرفز وعصب وغطبان طبعا ونتيجة كده تلاقي انفعالاته بقى عصبي جدا يعني وحساس جدا لأي حاجة ما تستهلش وغطبان وممكن يقول كلام في وش اللي قدامه بطريقة يعني بعمفي يعني الثالث حاجة وهي اللي بيساعد على النمو إحنا قلنا الإساءة وعدم التزييق إني أتجنب أو أبعد المشكلة أقولك لا 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 ما فيش مشكلة لما تيجي تقولي حاجة أقولك لا 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 ما فيش مشكلة خاص يعني الموضوع خلاص لا أنا يعني لا أنا تعرضت الإساءة لا أنا حاول أن أنا أتجنب أو أتجاهل حتى تيجي حد غلط فيها وجاي اعتذر لي أقوم أنا أقوله لا لا خلاص أنا فتحت صفحة جديدة كأنه بالضبط بالضبط كده بتدخل المشاعر دي في اللاشعور لكن بتفضل موجودة بتفضل موجودة كمان بعد كده أن أنا أحاول أتفن الزكريات المؤلمة لما كل طرق تفشل وأحاول أتناسى الإساءة أحاول أتناساها أتناساها مش أنساها يبتجي الإنسان يتجه لأنه هو بقى يقولك إيه لا خلاص أنا أنا نسيت الموضوع أنا نسيت أتناسى أتناسا غير نسيت أتناساها بطريقة لكن لما أول ما شوف الشخص بفتكر كل حاجة مع أن المثلة العربي اللي طلع من جهنم بقول الأسى ما بينتسى يعني مش رح ينسى لأنه خلاص أيوة بالضبط كده بالضبط كده وبيطلع في الوقت المناسب بالضبط وبيطلع في الوقت المناسب كمان أني أنكر أقولك لا لا ما حصلش حاجة تيجي تقولي معلش أنا بعتذر أقولك لا 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 ما حصلش حاجة ما فيش أي حاجة أنا بنكر أصلا أني عندي مشاعر زعل ومرارة من اللي حصل لي فأنكر الموضوع برضو ده أنا كده كأني برضو أنا بتحايل عن مشاعر جيه لكن هي موجودة هي موجودة وبتنمو وبتكبر وده بيساعد إن هي تنمو وتكبر إن أنا أنكرها أنكر وجودها لا المشاعر جيه موجودة وبالتالي الشخص اللي بيعمل كده ما بيقدرش يقدم محبة لغيره ما بيقدرش ما بيقدرش يقيم حتى علاقات تاني صح مع غيره مرحلة بعد كده في النمو والمشاريات الهزيمة ودي بقى مرحلة تلاقي الإنسان فيها كأنه بيقتر الذكريات تاني مرة تانية اتهزم اتهزم وبيحاول بقى يقتر الذكريات كلها تاني ويقول إيه ده لأ أنا إزاي إزاي ده حصل إزاي كده ويبتجي يصعب عليه نفسه ويبتجي يشعر كده بالشفقة على نفسه لدرجة أنه ما بيقدرش حتى يخفي مشاعره تلاقيه بسرعة ده يبان في زي ما قلنا من شوية أنه هو يتنرز من ألا حاجة حساس لأي حاجة مجرد تيجي سيرة الشخص اللي أساء ليه أبقى مش طيقه أبقى مش خلاص مش قدر أشوفه مش عايزة حتى أسمع اسمه مجرد كده كمان المرحلة اللي بعد كده ممكن أقول عليها العزيمة بقى خلاص ضعفت خلاص استسلمت كأني استسلمت لكل المشاعر دي والعزيمة ضعفت خلاص وده بيوصل للمرحلة دي عدد كبير جدا من الناس لما بيوصلوا لها جيبته بأحالة عارف حديثك ما يقوس منها خلاص المشاعر كأنها هزمته قصارته ونلاقي مثلا واحد مثلا مشاعر دي نحية مراته خلاص يقول لك ما فيش غير الطلاقة ما فيش غير كده أو يعمل علاقات برا إطار الزواج يقول لك أصل الغلطة كان كبيرة قوي ما قدرش أسمحها ما قدرش أخفر لا لا الغلطة أكبر من أننا أخفر فيكون يتهزم بيرتكب خطأ بخطأ بالضبط كده بيكون كده وصل للهزيمة للأسف فلما أقدر أوقف المشاعر دي في البدايات هقدر أنتصر عليها لكن لو وصلت إلى حالة الهزيمة يبقى أنا كده أنا أدمر نفسي وأدمر اللي حوالي فإذا لو حبينا نلم كل هاي النقاط اللي ذكرتيها عن المشاعر نمو ونمو وإزاي بتنمو مش اقتلقت من الجذور النمو فإحنا نحطها كلها في معنى المرارة إذا لو عاوزين نختصرها إيش ممكن نختصرها يعني ممكن نقول إن هي حالة بتصيب الإنسان لما بيعجز ويستسلم أنه هو يغفر كلين وهذا زي ما أنت حططيها زي السلم بالظبط كده من أول الإنساء بالظبط الهزيمة الهزيمة هو خلاص هو خلاص مش قادر مش قادر يعني وصل لحالة أنه تهزم بقى إنسان مكسور وهنشوف المخاطر دي كلها وتكلفتها إيه أكيد طب طالما ذكرت المخاطر خلينا نقول المخاطر خلينا نقول المخاطر مشاهر مرارة لما بتتملك من الإنسان بتبقى كأنه أعمى عارف حضرتك مش شايف الطريقة هنشوفها أقول لها حضرتك فاكر يوحنة في رسالة يوحنة الأولى كان بيقول إيه بيقول إنه اللي بيسلك في الظلمة كأنه يماشي في الظلمة هو مش شايف النور خلاص من يغض أخاه فهو يسلك في الظلم بالضبط كده فهو خلاص مش شايف وبيفقد كل حاجة حلوة في حياته بنفقد كل حاجة المشاهر دي كأنها بتقود الإنسان لطريق مقفول بتدمر حياتي وبتدمر حياة اللي حوالي عشان كده لازم نعرف إن تكلفة الغفران أقل كتير من تكلفة عدم الغفران مشاهر مرارة بتسبب لنا بقى من المخاطر أول حاجة أمراض جسدية لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس الجسد كل الجسد بالضبط كده يتكلم عن الجسد والنفس بالضبط تلاقي إنسان مثلا يقول لك إيه الناس عارف دايما يقول لك إيه إنه القرحة بتاعة الماء ده بتيجي عشان أنا باكلات معينة مثلا لأ هي بتيجي عشان الأكل الحاجة اللي بتاكلك أنت مش اللي أنت بتاكلها يعني واضحة دي نقطة دي اللي بتاكلك أنت فتلاقي القرهية والحجد والانتقام والرغم ورغم أن أنت تاخد حقك والظلم اللي وقع عليك تبقى أنت عايز ترد كل ده وكل ده بيخلي الإنسان عارف حضرتك يعني يبقى عنده صداع عنده قولون عصبي يقول لك أنا عندي القولون العصبي كل ده مشاعر مرارة كل دي مخاطر المشاعر دي تلاقي عنده ارتفاع في ضغط الدم ممكن يجي سكر صداع على طول قرحة في المعدة إرهاق صداع انسداد حتى في الشريك جلطة جلطة كل ده نتيجة أو من مخاطر المشاعر بالمرارة لما تتجذر فينا وتبقى بتمتلكنا فأول حاجة بتعمل لنا أمراض بتسبب لنا أمراض جسدية وبتسبب لنا كمان أمراض نفسية لما مشاعر مرارة بتسيطر على أي إنسان بتخليه كده يتقوق على نفسه عارف حاليتك تلاقيه كده عايش في رساء يرسل نفسه يصعب عليه نفسه يقول لك إيه أنا أنا يحصل لي كده ويعيش بقى في دور الضحية ويعيش بقى يبقى دايما كأنه إيه وينسحب من الحياة وبتلاقيه منطوي على نفسه ويبقى مش هايز يقابل حد مش هايز يكلم حد يقول لك لا لا أنا خلاص أنا أحسن حاجة في الاختصار عبادة يعني مش في ناس يقولوا كده أنا أتجنب المواضيع جي كلها في الاختصار عبادة لا لكن للأسف المشاعر مرارة بتسبنا وبأمراض نفسية كبيرة توضح الإصطلاح اللي حكيته شوي أكتر إنه هو يعني يقول لك إيه أنا خلاص أنا مليش دعوة بأي حد أنا هتجنب كل المواقب دي هتجنب الناس دي هتجنب حتى الكنيسة دي عشان خاطر الاختصار كأني أنا كده بعيد مريحة ماري يعني زي ما بيقولوا كده بالمصري عندنا يقول لك مريحة ماري أنا مش عايز واجع قلب يقولوا كده حتى واجع قلب الإكسبريشن ده نفسه مهداء على فكرة مرارة لأنه حتى واجع القلب مهداء دي حاجة جسدية وكمان نفسية لأن القلب لما بيتوجع كل الجسم بيتوجع وبالتالي نفسيتي بتتعب فالمشاه مرارة برضو بتصيب بتصيبنا بأمراض جسدية ومأمراض نفسية وكمان بتحرمني من غفران الله لنا يعني لما بوترس سأل خليه أقرأ كده بالضبط بوترس لما سأل رب يسوع قال له إيه يا رب كم مرة يخطئ إلي يا أخي وأنا أخفر له هل إلى سبع مرات بوترس بقى كان شاطر قوي كان فاكر إيه إن الرب بقى إيه هيقول له لا يا حبيبي ده كده سبع ده كتير قوي لا إحنا نخليه خمسة أربعة يعني هينقصه له شوية هو عشان التقليد اليهودي إنه ثلاث مرات الغفران فبوترس بحبحة عاوزي كن كريم مع الرب يسوع أخرى من يسوع فجاء الرد الصادم طبعا كان صادم طبعا فوجئ بقى بالرب يسوع لما بيقول له إيه لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات إيه ده يا رب ده يعني سبعين في سبع يعني هنقعد بقى عيدة أنا بقى كل غلطة أجي واحد أجي تنين أقعد عيدة لغاية موصل لربعمائة وتسعين مرات وبعد كده قال له كمان مثل والمثل ده مهم فكرة السبع مرات إنه بلا حدود بالضبط كده يعني مش همسك ورقة وقلم أقول إيه أخويا نظار غلط فيا بالضبط كده هقول أخويا أجي غلط فيا وحد النهاردة بكرة اتنين تلاتة وافضل بقى عد يعني لا هو طبعا فيه إحنا منستخدم الإكسبريشن اللي بقول طب أنا سمحتك أول مرة وسمحتك تان مرة وخلاص بقى بالضبط يعني هاي الفكرة الموجودة عندنا بالضبط ده للأسف ده اللي إحنا دايما بنتعمل به الرب يسوع قاله بقى مثل مهم جدا جدا مش هطول فيه لكن إحنا لازم نعرفه طبعا أزله مثل غريب قوي لما ملك عايز يحاسب عبيده وتقدم لي مديون بعشر تلاف وزنة والمديون ده ما كانش قادر يسد الدين حتى لو هو وامراته وولاده اتبعوا فعمل إيه الملك ده وعاش كده مرة كده حياة مش هيقدر يسد بالضبط كده الملك ده عمل إيه سامحه في الدين كله يخرج بقى العبد دوت وهو خارجي قابل زميله اللي مديون له بمية وزنة ويطلب منه ساري بمية دينار ويطلب منه إن هو يسامحه التاني يرفض ويحطه في السجن يعني بجد مبتال بجح ساري يعني في الكلمة لا ومسك فيه خلقه كمان كمان يعني فطبعا كانت يعني حاجة يعني غريبة جدا طبعا الزملاء كل الرفقاء بتوه طبعا لما شافوا كده استاوا جدا أكيد وراحوا للسيد سيدهم وقالوا له اللي حصل الرب بقى هنا بيقول إيه قال له إيه السيد أيها العبد الشرير وكأن الكلمات دي لكل واحد فينا على فكرة أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي كأنه كأنه بدل ما نحط العبد الشرير هنكتب اسم كل واحد أنا هقول يا مجدة كل واحد يحط اسمه كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي أفما كان ينبغي لك أنت أيضا أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وغضب السيد وسلمه للمعاذبين عشان يوفي الدين يطر هيوفيه مش هيقدر وحطه في السجن كأنه بيزج نفسه هو 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 اللي اختار هو اللي اختار أنه هو السجن الأبدي لأنه ما قدرش يسامح صاحبه الرب يسوع هنا عايز يقول لنا أنه كل اللي بيقفل قلبه على الغفران لإخواته كأنه بيحط نفسه هو بيزجن نفسه في السجن الأبدي هو ده اللي الرب عايز يعلم هنا من المثل دوت وقال كمان كده لما نصلي واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا للمزنبين إلينا كما واحد يا أخي نزار وهو بيصلي الصلوة دي الصلاة النموذجية دي اللي الرب أعلمها لنا وهو بيقول الكلمات دي بيكون مش قادر يسامح أخوه اخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا للمزنبين إلينا أو لمن أساء إلينا لأنكم إن لم تخفروا يعني بقية الصلاة لا يخفر لكم أبوكم السماوي بالضبط كده لا يخفر لكم أبوكم أيضا زلتوا رب يسوع عايز يقول كده ما فيش شخص ممكن يستقبل الغفران بس لازم نكون قاناة عارف حضرتك رايح جاي يعني أنا بيتغفر لي وأنا أغفر لكن ما يفعش أستقبل بس ما يفعش ما يفعش بس أستقبل لأنه هذا كمان كله تحت إنت ذكرت إنه يعني الشخص اللي عنده مرارة بيحربنا من غفران الله بالزبط كده والشعور بالمرارة برضو بتخلي الإنسان بتقوده كده إنه هو يبقى معزول يحب خلاص مش قادر يتعامل مع الناس مش قادر يقيم علاقات تانية كأنه بيبني أصوار بينه وبين كل اللي حواليه عشان أصوار دي أصوار دفعية يدافع بيه عن نفسه عارف حاليتك فيبقى يميل للعزلة وتلاقيه كده معظم الوقت يقولك إيه أنا مثلا أخدم تاني مع المؤمنين وده كلام بالإسماءه كتير ده خطير جدا لأنه كأنه نوع من النذر أو نوع من التعهد ولما الإنسان بيتعهد لنفسه سواء من خلال الرتاق يقول عهد إذن أنا بيتعهد ولا إنسان صح ما عدتش أأمن لأي شخص مظبوط ما عدتش أخدم مع كده ما عدتش أروح على المكان فلان مظبوط فكأنه بحط نفسه تحت قيود اللي مش عاوز يتحرم بالضبط كده يقولك أنا أنا مش حاصق في أي رجل تاني الستة تقول كده أو الرجل يقولك إيه أنا مش حاصق في أي واحدة ستة تاني وبالتالي نلاقي الإنسان دوت دايما في عزلة ما يرسكش في أي حد يميل للعزلة وينطوي ونلاقيه كده لأنه مش عايز كمان يظهر ضعيف قدام المجتمع اللي كانوا دايما شايفينه كويس وناجحه فبصير يعني يرثل نفسه بالضبط وشعور بالمرارة برضو بتخلينا نفقد إن إحنا يبقى عندنا نقضي ذاتي ما نقدرش بنبقى مشوشين ما بنعرفش نقض نقضي ذاتي لما بتسيطر علينا مشاعر المرارة الإنسان ما بيشوفش غير القلم اللي هو بيعني منه الجرح اللي هو اتجرحه الإهانة الظلم حتى ما يقدرش يلمس العذر اللي حواليه للإنسان اللي أسأله يمكن ودايما شايف نفسه بريئة دايما شايف نفسه ضحية طب ما هو يمكن أنت كنت مشترك في المشكلة دي هو ما فيش واحد يعني الغلط عنده 100% أكيد كل واحد فينا بيشترك ولو بنسبة بسيطة أكيد طبعا بتختلف لكن ممكن لكن ما فيش واحد مثيء من غير سبب فتلاقيني أنا بقى اللي تظلمت وتحنت واللي عندي المشاير دي مش شايفة ما أنا فقدة الرؤية بقى مش شايفة كمان الشعور بالمرارة بتخليني أفقد بهجة حياتي عارف حضرتك يعني مش بعرف أستمتع بالنعم لربنا الدهاني ما بعرفش القراهية بتستحوذ علي مشاعر المرارة جيب لما بتسيطر على قلب الإنسان بتحرمه من كل لحظة حلوة عارف حضرتك أكون مثلا في خدمة في الكينيسة مثلا في متكلم متميز مش عارف أسمعه في فترة تسبيح وترانين جميلة مش عارف أستمتع بيها في فيلم كوميدي مش عارف أتحك في 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 ماتش مهم مش عارف أتفرج عارف ليه دايما دايما مشغولة دايما إزاي أنا أتهن بطريقة عايش مشكلته آه فبفقد كل بهجة بالسيكولوجي يحتضن الألم بالضبط بفقد كل بهجة في حياتي بفقد كل حاجة حلوة ربنا بيسمح بيها في حياتي ما بعرفش أفرح ما بعرفش أفرح وتلاقييني دايما ناكم كمان حقا بالضبط كده مشاعر حقد بتملاني على اللي حوالي حتى الأبرياء حتى اللي حوالي لو زوجتي لو زوجي لو ابني أو بنتي أو صديقتي تلاقييني برضو المشاعر دي مش قادر أستمتع بأي نعمة ربنا الذهاني بفقد بهجة حياتي مشاعر مرارة كمان بتحرمي من النمو الروحي يعني في علاقتك مع الله إزاي كده وإحنا جوانا حبط جوانا قراهية أو رعبة في الانتقام إزاي ممكن ننمو بولوس رسول في كرونسس الأولى 13 بيقول كده عدد 3 وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح سقيتم لبنا لا تعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم سقيتم لبنا لا تعاما لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه فيكم حسد وخصام وانشقاء ألستم جسديين وتسلكونا بحسب البشر بحسب البشر مشاعر المرارة بتحرمني من أن يكون فيه نمو روحي في حياتي مشاعر المرارة بتخليني معرفش أختبر بركة الصلوات المستجابة كمان حكينا عنها في الصلاة الربانية بالضبط كده بالضبط فإشعياء صاح الأول بيقول كده حين تبسطون أيديكم أسطر عيني عنكم وإن قصرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملقانة دما اختسلوا تنقوا اعذروا الشر أفعلكم من أمام عيني الرب بيحاول عينه عن الإيدين المرفوعة لي بالصلاة طالما الإيدين دي بتنتدى عشان خاطر تأذي فمش ممكن يبصلك مش ممكن يسمعك مش ممكن على العكس بقى اللي داود بيقول إيه هو زعين الرب على خائفي الراجيين رحمته لينجي من الموت أنفسهم وليستحييهم في الجوع في مضمور 33 وبيقول كمان في مضمور 140 عدد 19 يعمل رضا خائفي ويسمع تدرحهم فيخلصهم 145 145 عدد 19 شعور بالمرارة بيخلينا نتصرف بطريقة مش مسؤولة كمان لما بنسمح بمشاهر المرارة أنها يتسيطر علينا عارف حديثك شظاياها هتطول كل حاجة حولي كل حاجة تأذي الكل تأذي الكل لأن المشاهر دي بتقود الإنسان أنه يرمي برماح المرارة بتاعته في وش كل اللي معاه ابني بنتي زوجي زوجتي مش مهم بقى مش مهم هتصيبهم إيه يعني الأذى اللي هيسيبهم تخيل حاليتك هده إيه كمان خلينا نقول أنه نتيجة مشاهر المرارة دي بتخلي إنسان بيغضب بسرعة قلنا حساسية جمدة جدا ما بيقدرش يتحمل ولا حتى سيرة الإنسان الأسائلي مشاعر المرارة بتشل قدراتك بتخلينا كأنه فعلا الشلل بعينه للعقل وللنفس وللروح لما بنسمح للمشاهر دي إنها تتسلل في حياتنا بتسيطر علينا عارف حياتك بنفقد التوازن بنتعطل كل حتى قدراتنا الإبداعية بتتعطل ما بنقدرش نبتكر كل حاجة عندي متعطلة بنتصرب بطريقة مش مسؤولة بنقيم حتى الأمور بطريقة مش صحة شعور المرارة بيخليني كمان أفقد الرؤية كل جيمة خاطر مشاعر المرارة بتخليني أفقد الرؤية رسول يحنى في يحنى الأولى صاحب التاسع بيقول إيه في عدد 11 من قال إنه في النور وهو يبغد أخاه فهو إلى الآن في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه ظلمة القراهية لما بتسيطر على الإنسان بتخليه يعمى ما بيشوفش الحقيقة ما بيقدرش يميز وما بيقدرش يشوف المشكلة حتى في حجمها الطبيعي ما بيقدرش ياخد قرارات حتى وتلاقيه جزء كبير من وقته وفكره محصور دايما على الإنسان الأسائلية كأنه كأني شايله على ظهري عارف حاليتك دايما في أي موقف في أي حاجة كأنه يعني صرته ما بتفرقش خيالي فأنت متخيل واحد يعني عايش بالطريقة دي ممكن يوصل لي أو ممكن أي رؤية يعيش بيها أي رؤية مشاعر المرارة كمان بتعطلني عن شهادتي للمسيح يعني أي نوع من الشهادة ممكن أنا يعني أقدمه للحوالي لو أنا شاير بالمرارة نحية الله أو نحية اللي حوالي إزاي ممكن أقنع الناس لغفرنا الله خلق مثل ما ذكرت اختل التوازن إزاي إزاي أنا ممكن أقول لك إنه الله غفر لك وبحبك أو بيغفر لك وأبدأوك للغفران أنا وأنا مش قادر سامحك وأنا مش قادر يعني فدي أعاقة لل يعني رح نتحول للشفاء بس قبل ما يعني رح أخذ مكالمة بعدين فاصل بعدين بالفترة اللي بيئت معنا للشفاء خلينا أخد الأخت نهال أهلا وسهلا نهال اتت معانا على الهوى سلام ونعم يا حضرت الأسيس نزار برحب بحضرتك وبالأخت المجاركة مجدر ربي بارككم على اختيار الموضوع لأنه هام جدا بس كمان شائق جدا جدا فأنا بصلي إن كلنا جميعا وبلا استثناء بعد البرنامج دان كون مش فيين بالكامل من مشاعر المرارة لأنه عدم الغفران بيئزيني أنا أكتر من الشخص اللي أنا منع عنه الغفران وحضرتك قلتي إن تكلفة الغفران أقل بكتير من تكلفة عدم الغفران وده صح باليوم في المية أنا مش هتكلم كتير لكن عايزة أستفيد بوجود الأخت مجدة لأن الموضوع ده محشي بأسئلة أتمنى أنه علينا بالطريقة العملية علشان تعلم الاستفاد علينا كلنا وياريت كمان نفرد له حلقة كمان بس الإجابة من فضلكم سبحوني ما تكونش من وجهة نظر حضراتكم لكن سكون معتمدة على الحق الكتابي من فضلكم يعني فساعات يا أخت مجدة بيكون فيه علاقات جميلة سواء بين الزوج والزوجة أو بين الأباء والأمهات وأولادهم أو حتى بين الأخوة في الجسد الواحد في الكنيسة وبيكون فيه شرخ في العلاقات بصورة أو بأخرى وإحنا كمؤمنين مطالبين أننا نخفر بعضنا لبعض لأنها محدش هيقدر يهرب من الحتة دي لأنها في الصلاة الربانية العادية اللي هي النموذج أو المدن اللي حطه الله لنا بنفسه فإحنا بنقول اخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضاً للمزنبيين إلينا وكما كلمة بسيطة مش محتاجة تفسير لهودي لكن معناها يعني زي أو بالمثل وهنا هي الخطورة الله غفر لنا بل غفر لصالبين بالكامل بدون قيود وبدون شروط بالرغم من أنه لم يصدر منه ولا خطيئة واحدة تجاههم يعني ممكن إحنا في علاقاتنا بنكون مختيف بدرجة صغيرة أو كبيرة لكن عموماً ما فيش حد ملاك مية في المية وحد شتان مية في المية طيب لو فرد أن العلاقة تدمرت مثلاً بين صديقين أو خادمين في التنيسة بسبب عدم الثقة في أحدهم الآخر فلأنهم خدام غفروا بعضهم لبعض لكن مش قادرين يتعاملوا مع بعض تاني لأن الجرح كان عميق جداً فسؤالي لحضرتك هل هذا في رأي الله يعتبر غفران؟ وهل الله بيطالبني بترجيع العلاقة كما كانت مرة أخرى؟ والسؤال الثاني وهكتفل كده عشان وقت البرنامج الكتاب حصلنا مبادئ واضحط لما قال إن أخطأ إليك أخوك فإذهب وعاتبه بينك وبين وحدكما إن سمع منك فقد ربحت أخاك وإن لم يسمع فاخد معك واحد أو اثنين عشان يكون فيه شهود وإن لم يسمع منهم فقول الكنيسة وآخر حاجة إن لم يسمع بقى من الكنيسة فليكن عندك الوثل والعشار فسؤالي لحضرتك من شقين أول شق لو فيه أحد الأطراف رافض العتاب هل الطرف الآخر يولام؟ ولا خلاص كده هو عمل اللي عليه؟ الشق التاني حضرتك قلتي إن الإختصار عبادة وده مثل أو قول لغطري معروف عندنا والإختصار معناه إني مش هتكلم مع الشخص ده تاني عايزة أستفسر من حضرتك إيه الفرق بين الإختصار والخصام لأن الآية بتقول عبد الرب لا يجب أن يخاصم فأربط توضيح والرب يباك طيب شكراً كتير أخت نهال لو حبيت تلم الأفكار اللي حكيتها الأخت نهال لأنه في بعض إحنا اتناولناها وعلى فكرة بشجع كل مشاهد لأنه بصراحة يعني تعباني على الموضوع كتير أخت مجدة وإرجع إحضر الحلقة حتى تشوف كل النقاط ولسيما يعني مشاعر المرارة إيش يعني عدم الغفران شو بسبب وذكرت يعني أسباب كثير وطبع رح نتكلم لجزء للرد على الأخت نهال عن العلاج عن الشفاء ولكن قبل ما أخد فاصل بتحب ترد في جملة أو جملتين هو الإجابة على أخت نهال دلوقتي النقطة اللي إحنا هنتكلم فيها اللي هي إزاي نتشوفي من مشاعر المرارة طيب يعني حتى لو كان بين زوجين أو حتى لو كان بالكنيسة يعني المحاكمة الكنسية بالزبط البروزس اللي بيخدوه بروح يعني بيأخذ معه شخص بعدين كل الكنيسة بعدين بالنهاية مزبوط ده اللي إحنا نتكلم عنه دلوقتي أخت نهال طيب ممتاز ممتاز طيب أخذ فاصل قصير وبعدين نرجع حتى نستكمل الموضوع موسيقى 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 أهلاً أعزائنا المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة مع الأخت مجدة عنا مشاعر المرارة وبصراحة هو موضوع مثل ما ذكرت الأخت نهال محتاج لأكتر من حلقة ولكن ضغط عليك أن نعمله لا إن شاء الله في حلقة واحدة طبعاً أنا السؤال هو اللي كان قبل الحلقة كيف نشفى من المرارة ولكن يعني قبل ما يكون الرد هل في مفاهيم غير صحيحة عن الغفران بالضبط كده إزاي نتشفي من مشاعر المرارة قبل عشان أجاوب على الأخت نهال لازم أفهم أصلاً إيه هو معنى الغفران الحقيقي لأنه في مفاهيم غلط عن الغفران أول حاجة يقولك أنا أختصر أو أتجنب الشخص ده زي ما يقول أخت نهال برضو كلمت عدد كبير من الناس لما شخص بيسئلهم تلاقيه يتجنبه ويش عايز يتعامل معه تاني وتبقى العلاقة بينهم سطحية زي ما قلنا قبل كده ويقولوا زي ما قلنا برضو المثل بتاعنا الاختصار عبادة في الحقيقة التصرف ده مش صح ليه بقى؟ لأنه محلش المشكلة محلش المشكلة أوقات كتير بتبقى الإساءة بأصد أو بدون أصد لو الإساءة بدون أصد أو بدون فاهمة حتى ممكن لو عرف الشخص اللي أساء ليه هيجي ويعتذر ويفهم غلطه وأنا هقبل أعتذره وخلاص مش هي ممكن تكون كده بتكون بدون أصد فبالتالي إن أنا أتجنب الشخص دوت أول موضوع ده مش هيشفي المشاعر اللي عندي اللي تكونت عندي لكن هتسكن في اللاشعور زي ما قلنا قبل كده وتأثر علينا وتأثر على تعاملنا مع بعض تاني مفهوم غلط يبقى أول حاجة التجنب ده غلط ده مش هو ده معنى الغفران التساهو التجاهل برضو ده مفهوم غلط أوقات ناس كتير تتجاهل أو تتناسى الإساءة أو الجرح يقولك وده بيتزود على فكرة الموضوع أكتر ليتقيله بالضبط كده الصمت ما بيشفيش مشاعر المرارة لما تتجاهل الغضب والجرح وتتعامل معاك كده كأنه حاجة يعني طبيعية يعني مثلا نقول كده لا أنا هتعمل معاك بطريقة وتجاهل للغلطة كل ما شوفه هفتكر الغلطة وهتعب أكتر وأكتر الإساءة والجرح مش ممكن يتنسوا لكن بيسكنوا قلنا في اللاشعور وده بيأثر على كل واحد فينا لما ييجي ناخد قراراتنا وخصوصا لما بتعامل مع الشخص الأسائلية ماذا مع الزمن؟ بالزبط كده يعني مثلا ولكن الزمن كفيل آآ آآ ناس تقولك كده يعني الغفران يا ترى ممكن يحصل مع الزمن طبعا دي أكتر من أكتر المفاهيم الغلط الزمن مش كفيل أبدا إنه هو يضمد الجروح وعمليا خباها جوها بالزبط وعرف حديثك هو ممكن أنا مع الزمن أنسى التفاصيل لكن دايما أفتكر إن أنا تجرحت إن أنا تظلمت إن أنا اتهنت إن أنا حد أزاني إن أنا حد غضر بي إن أنا حد خني فدايما هفتكر النتيجة حتى لو الزمن نساني الديتيل بدليل عارف حديثك إيه الحوادث الطار اللي بنعرفها عندنا في بلدنا سنين بتعدي لكن لازم ياخد بطاره فده بالنسبة للزمن فالغفران لا يكون شكلي ولا نسيبه للزمن ولا نتجنبه ولا نفتكر إن إحنا كده نسيني لا لا ولا حتى التأقلم والناس تقول لك إيه خلاص أصلا تعودت بقى أنا تأقلمت واحدة مع جوزها مثلا دايما يكون ألفاظ وجرحة معيها دايما ينقضها دايما ما بيتكلمش عن مشاعرك فيها فتقول لك إيه خلاص أنا تعودت هو ده غفران؟ يعني أنا عاوز كمان أسألك إحنا لأنه يمكن معانا شيء عشر دقايق وعاوز يعني فعلا أتكلم عن الشفاء فأيه المفهوم الكتابي للغفران؟ هو المفهوم بقى الكتابي ده اللي إحنا لازم نوصل له نقول كده إنه معنى الغفران أقول عليه إنه هو هبة أو نعمة مجانية أنا بديها لشخص اللي أساء ليه حتى لو ما استحقها حتى لو ما استحقهش وهقول لك ليه هقول لها حديثك ليه الأول الغفران زي ما قلنا كده هو هبة وهو نعمة مجانية أنا بعترف إن أنا اتجرحت أنا مش بهرب إن أنا اتجرحت وتعرضت للإساءة لكن ليه هو هبة؟ ليه إنه عايز أقول يعني ليه ليه نقدر نقول إنه حتى لو في إساءة أنا لازم أسامح أو خليني أقولها برضو أقولها بالمختصر لماذا يجب علي أن أغذر؟ أولا لأنه المسيح غفر غفر بالظبط كده تعالى شوف كده المصلوب تعالى كده بص للمصلوب عمل إيه؟ كان اللي تعلق على الصليب ده عشاني وعشانك كان إيه؟ يا ترى هو ده كان هو الكدوس البار اللي بلا خطية كل واحد فينا فاكر إنه تجرح إنه تظلم بتفكر في الانتقام عشان تاخد حقك افتكر كده حياة سيدك يسوع يسوع اللي كان بلا خطية الكدوس البار اللي كان يقول يصنع خيرا اللي كان بيشفي كل المتصلط عليهم إبليس اللي كان لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشرع صوته قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خمدة لا يطوئ لكن اختبر الظلم الغدر الخيانة الضرب الطعن كتب عنه داود كده كل الذين يرونني يستهزؤون به لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه كتب عنه كمان في إشعياء ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فيه كشاه تساق إلى الزبح وكنعجة صامتة أمام جزيهة فلم يفتح فيه قدام الكلمات دي ايه رأي حضرتك ان احنا نصلي ونقوله كده يا حمل الله هبني ودعتك واتضعك يا حمل الله هبني صمتك تحت إيد اللي بيحزني وبيجزني يا حمل الله هبني سكوتك تحت سكين اللي بيتبحني عشان يكون ليا نصيب في عشاء عرص الخروف وافتكر كمان افتكر كمان الأخطاء اللي انت ارتكبتها وهو سمحك عليها لما بطرس سأل المسيح ولسا قايلين المثل دوت كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أخفر له هل إلى سبع مرات واحنا عارفين المثل بتاع برضو الملك اللي اتكلمنا عنه دلوقتي اللي عبده والعبد ده مرضيش يخفر لأخوه افتكر كمان أخطاءك انت نفسك اتجاه الشخص التاني ما هو ما فيه شخص موسيق 100% أكيد أكيد ما فيهش حد عليه مسئولية 100% أكيد انت كمان ارتكبت أو ليك يعني كان ليك مش النسبة أو اشتركت انت كمان في سبب من الأسباب اللي خليك أهناك يمكن انت غزته من غير ما تاخد بالك يمكن انت خدت مكان ويمكن انت ما احترمتوش يمكن انت انت مش عارف ظروفه ايه انت مش عارف ظروفه ايه يمكن يمكن هو بيمر بظروف صعبة بظروف يعني حتى طريقة تربية مش سوية لازم لازم نعرف ظروف الطرف اللي قدامنا ف ونفهم الطرف اللي قدامنا نعرف ظروفه وتربيته وحالته النفسية وايه الظروف اللي ممكن يكون كان بيمر بيها عشان نقدر لما نعرف ظروفه نقدر لانه اللي بيعرف كتير بيسامح كتير كتير ف يعني ونقدر كمان نقدر كمان الظروف ونقدر الناس التانية يعني خدوا بالكوا كده دايما أنا حتى أقول كده النفسي ما هو الشخص دوت صانيع الله ما هو الله بيحبه يسوع مات عشانه فيمكن الله بيستخدمني أنا كأداة لحياته أو عايز يدميني أنا عايز حتى حتى الإساءة اللي أنا بتعرض منها من الشخص دوت يمكن الرب بيكون عايز من الإساءة دي ينميني أنا ويخليني فعلا أحيا يعني زي ما بيقول كده الرسول بولز لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا عايز يقبر صفات المسيح كوية وإيه أحلى صفة إحنا دايما نتكلم عنها الحب الغفران وهي دي رسالة المسيح للإنسان أكيد أكيد وطبعا يعني أنت تكلمت على مراحل الشفاء بشكل سريع لكن في شيء يعني لفت انتباهي إنه واحدة من الأشياء اللي ذكرتيها إنه أنا أغفر عشان الله غفر لي بالزبط كده وأنا أغفر عشان إنه أنا بغض النظر يعني الشخص المسيح إلي فهي نعمة والنعمة هي عطيه هبة من الله لا أستحقها ولكن الشيء اللي كمان لفت انتباهي إنه أغفر لأنه بالحقيقة أنا اللي بتحرر صحيح بالزبط وأنا اللي بقى بتحرر بالزبط إحنا بنحرره من الدين اللي عليه وبنحرر كمان نفسنا إحنا كمان وإن اللي هيفضل طول الوقت طول الوقت على ظهري على فكري طول الوقت أنا بفكر وشغلني شغلني بيفقدني كل بهجة في حياتي بيفقدني الرؤية بيفقدني علاقتي بالله باللي حوالي فتخيل بقى حضرتك شايف قد إيه تكلفة عدم الغفران أقل كتير أقل كتير تكلفة الغفران من تكلفة عدم الغفران تكلفة عدم الغفران كبيرة قوي كبيرة جدا فالتكلفة أني أغفر أقل كتير من أنا لما ما سمحش ولما ما أغفرش طب لو في ناس حاليا فعلا بعانوا بعانوا من مشكلة عدم الغفران وصل الحالة إلى المرارة الداخلية إيه الفكرة الأخيرة اللي عاوزت وصليها لكل مشاهد عارف حالتك أنا دايما أنا عندي نقطتين إني أبص للمسلوب وأشوف أنا نفسي هو سمحني في قد إيه زي المثل بتاع الملك اللي سامح العبد بالضبط كده وذات سناف يعني أنا لو أنا بصيط للمسلوب اللي هو كان القدوس اللي تصلب وتهان وتظلم وتغدر بي يعني كل المشاعر اللي ممكن تخلي أي إنسان تمرره حياته يعني أكبر مشكلة من واجهها في الحياة عندما ننظر إلى الصليب بتهون مشكلتنا بالضبط على الاحتمال والغفران بالضبط لأن عارف حالتك مشاعر مرارة دي بقت جسم غريب جوايا لما نقبلت المسيح مخالط شخصي لحياتي لأنه المفروض أنا بحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيها كنت بحكي أنا وياك قبل الحلقة فقلت أنت الغفران يعني ده موضوع كامل في غفران أبوي أخوي أنواع الغفران في غفران أبدي فإذا ممكن ولو بدقيقة كمان الغفران الأبدي يوم ما بقابل الرب يسوع في حياتي يوم ما بقابله وبعلنه مالك على حياتي الرب بيديني غفران أبدي وعلى فكرة الله لما بيدي هدية ما بيسحبهاش فأنا خدت غفران أبدي لكن وأنا في الحياة لسه وإحنا عايشين لسه في البرية وإحنا لسه في الجسد وإحنا لسه فينا الطبيعة القديمة بيربقى محتاجين أنواع تانية من الغفران مع مراحلها بقى أن أنا أخفر لأخوي وأخفر لنفسي بالضبط بالضبط كده يعني بتبقى محتاجين بأنواع تانية من الغفران لكن يا هنانا بإلهنا طبعا داني غفران أبدي يعني هنانا بيسوع أختي مجدى يعني موضوع طويل جدا وبشجع كتير من المشاهدين أنك تحضر الحلقة مرة أخرى مجدى هاي مش أول مرة أكيد رح تكون معنا مرات أخرى ربنا يباركك يبارك حياتك ويبارك خدمتك أشكرا جدا أحبائي يقول الكتاب إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا عدم الغفران هو حقيقة بناء قلاع وحصون بقول الكتاب هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح فإذن كم من الغفران ممكن أمارسه وأقدر كم أنا أخذت من هذا الغفران ولسيما عندما أنظر إلى وجه يسوع المسيح صحيح صلي اليوم أنه الرب يملأك محبة وإذا الشخص اللي أنت محتاج أنك تطلب الغفران ارفع سماعة التلفون اتصل في هذا الشخص ويطلع الأمر من صدرك من جوه وحلق مشكلتك عشان تبتدي صلواتك تستجاب حتى قناة البركة تتدفق على حياتك وحتى أنت نفسك تتحرر وتطلع من السجن اللي أنت موجود فيه بدل ما تكون أسيره عبدك تتحول إلى البنوة وصلي من كل قلب أن هذه الحلقة كانت بركة لحياتك خليني أسمع رأيك في هذا الموضوع اكتب لنا موسيقى